عزيز الطالب عزيزتي الطالبة تبغى تختبر ذكاء أقاربك زملائك أصدقائك تبهرهم وقولوا عنك ما شاء الله مبرمج وما شاء الله مبرمجة تطبيقنا اليوم هو تطبيق المسابقة الثقافية تابع الفيديو للآخر علشان تعرف الطريقة اشتركوا في القناة كلية البرمجية ولذلك من يجد صعوبة أو يحس نفسه ضائع يرجع إلى الفيديوهات السابقة الآن طلع أمامكم رابط أعلى الشاشة لقائمة تشغيل شروحات أب انفنتر اللي موجودة على قناتنا ارجع لهذه القائمة من البداية علشان تواكب معنا نبدأ بسم الله بإنشاء مشروع جديد ونسميكم باختصار إلى ونضغط على اوكي في تطبيق اليوم يجب التركيز أبناء الطلاب على شيء جديد ألا وهو سياسة توفير الوقت واللي تتم من خلال تكرار وضع الأدوات في نفس مواضعها تماما في جميع الشاشات من أجل تكرار تصميم الهيكلية البرمجية نفسها تماما لجميع الشاشات فيما بعد نبدأ إذن بوضع الأدوات على الشاشة نختار من الليئاوت هرزنت أنتو ونضعها في البداية ومن أسفل منها ومن أسفل منها ولكي تستوعب هذه جميع الأدوات اللي نحتاجها في داخلها ضروري تضيف رو جديد أيضا هو الرو ثلاثة بحيث يصير فيها ثلاثة صفوف فيما بعد ستصبح ثلاثة خيارات للسؤال واللي راح أضيفها الآن ابتداء علشان أوفر على نفسي وقت البرمجة فيما بعد اللي راح أحتاجه فيه أزرار واحد اثنين ثلاثة وأيضا أمام كل زر لابل الترتيب يقتضي الآن أن أضيف الأزرار الموجودة في هذه المنطقة وهي أزرار لكي أنتقل ما بين الشاشات الشاشة التالية والشاشة السابقة ولا نضيف لابل السؤال نفسه أبدأ بضبط خصائص التطبيق بداية من سكرين وان وأنخلي الألانيمنت هرزين تلحقها سنتر وبالنسبة لإسم التطبيق أخليه مثلا المسابقة الثقافية محمد مغيس أضغط انتر الآن أعزائي راح نستخدم صورة للخلفية في هذا التطبيق وأنا مجهزنها ضمن مجلد كامل مخصص لملفات هذا التطبيق وبخلي رابط موجود في الديسكريبشن أسفل الفيديو في اليوتيوب لهذا الملف إن شاء الله لمن يريد الاستفادة إذن نسوي upload file choose file وانختار كل ملف على حدة اكتمل تحميل الملفات اللازمة للتطبيق نضغط الآن background image ونختار هذه الصورة ونضغط OK close screen animation خليه fade الآيكون الآن نختار صورة rb on ونضغط OK open screen animation نختار fade أيضا screen orientation خليه sensor scrollable لا status bar لا والتايتل أيضا شي لا نشوف الآن horizontal arrangement نضبط خصائصها الآن منت horizontal نخلي center background color خلي none height خلي 25% ننتقل الbutton 6 وهو الزر المسؤول عن الانتقال إلى الشاشة السابقة وبما أن هذه الشاشة الأولى إذن لا يوجد لها شاشة سابقة ولكن سنحافظ عليه في موضعه علشان لا تنحرف هذه الأزرار عن مكانها الصحيح وفي كل شاشة من الشاشات عند الانتقال تجدها وكأنها انتقلت مثل ما هي تماما فالحل الوحيد هو أخفاء هذا الزر من الرؤية ولكن حجمه سيظل موجود بالطريقة التالية background color حقه خلي none height حقه خلي 10% width حقه خلي 25% وشيل feedback منه علشان لو ضغط عليه المستخدم ما يبين أي أثر وأيضا نحذف التكست ونضغط enter هذا يكون الوجودة والعدم واحد ولكن فقط حجمه ما أخذ حيز في هذه المنطقة الآن نجي للbutton 5 واللي بيكون فيه title أو عنوان التطبيق وبالتالي يجب أن تجعل خصائصه زر خامل فقط لعرض العنوان height حقه خلي 10% width حقه خلي 45% والصورة خليها title وضغط ok شيل feedback وشيل التكست أيضا تجي للزر أربعة وهو زر الانتقال للشاشة التالية خلي لها يتحقق 10% أيضا والعرض 25% والصورة next button وتضغط ok لا تنسى تشيل التكست اللي فيه نجي للvertical arrangement اللي فيها label السؤال تخلي الbackground color حقها none تنزل الى label السؤال نفسها تخلي الفونت bold وحجم الخط 22 الوذحك هخلي 85% وضغط ok التكست اللي فيها ضروري يكون سؤال وهذا أنا معد إليه ملف مسبقا في الأسئلة المقترحة ننسخ السؤال الأول ننصقه في التكست نضغط enter ونخلي التكست alignment حقها center نلاحظها اختفت حاليا أو صغرت وهذا بسبب أن الvertical arrangement اللي تحتويها خلينا العرض حقها اوتوماتيكي لكنها أثناء التنفيذ في جهاز المستخدم طبعا راح تعرض بشكل اوتوماتيكي بما يناسب محتواها وهو السؤال نفسه إذا حبيتها تكون ظاهرة لك أثناء التصميم أيضا بمقدورك أن تجعل العرض حقها 100% أي تختار في الparent وتضغط ok وهذا يتطلب أيضا أن تجعل alignment result حقها center نجي الآن لأزرار الإجابات وهي يفترض أن تكون radio buttons أي أنها أزرار إذا ضغط عليها المستخدم تمتلئ باللون من داخلها وهي غير موجودة جاهزة في app inventor ولذلك أنا لجأت للطريقة التأسيسية في برمجة الأدوات ولكم أن تسموها طريقة محمد مغيس في الراديو buttons والطريقة باختصار هي استخدام صور لأزرار راديو buttons خاملة غير مملوئة باللون وعند ضغط المستخدم على أحد هذه الأزرار يقوم البرنامج بتبديل صورته من الصورة الخاملة إلى صورة زر آخر مملوء باللون وهكذا بنفس الطريقة لبقية الأزرار لها نطيل نبدأ بضبط خصائص button 1 height والwidth نخلي 30 بيكسل نضغط ok الصورة نختار rb button off ونضغط ok نشيل التكست اللي فيه وننتقل للزر الثاني بنفس الطريقة يجي الآن للابلز الخيارات ابتداء باللابل 1 نعود عليها الآن ونضغط خصائصها واحدة واحدة الفونت bold الفونت size 22 text alignment right وباقي الخيارات بنفس الطريقة الآن عزيزي الطالب راح أعطيك معلومة تسهل عليك البرمجة وتوفر عليك الوقت إذا ما التزمت بها راح تبذل الكثير من الجهد ترتيب الbutton 1 يكون هو الإجابة الصحيحة هذا هو الbutton 1 هذا هو اطلع برا اتجيب بدل منه اللي عند الإجابة الصحيحة هي الفيلز بالنسبة لهذا السؤال وتخلي الbutton 1 هو الذي أمام الإجابة الصحيحة دائما في كل الشاشات إذا تحس الأمر غامض عليك التزم به فقط مجرد نبدأ بتصميم الهيكلية البرمجية ستتضح الفكرة أكثر نبدأ الآن بتصميم الشاشة الثانية add screen ونترك اسمها screen 2 ونعتمد على التسلسل اللي راح يعطيها app inventor للشاشات اللي نضيفها فيما بعد وهو تسلسل صحيح ويفيدنا في حالتنا فنضغط ok الآن أنا راح أصمم الشاشة الثانية تماما كما صممت الشاشة الأولى ولا أوجد إلا فرقين اثنين فقط ما بين الشاشتين سأرجع بعد انتهائي من تصميمها إلى هذين الفرقين وأوضحهما اشتركوا في القناة طبعا كثير منكم لاحظوا الفرق في تصميم الشاشتين أولا زر السابق صار موجود الآن ثانيا ترتيب البوتن وان صار في هذه المنطقة أمام كلمة رافد وهي الإجابة الصحيحة بالنسبة لهذا السؤال نصمم الآن الشاشة الثالثة الآن وبعد أن انتهينا من تصميم جميع الشاشات يفترض أن نذهب للبلوكس ولكن يجب أن نعود لكل الشاشات ونضيف لها نوتيفاير لغرض أن تظهر فيه رسالة للمستخدم إذا كانت إجابتها صحيحة أو خاطئة في جميع الشاشات نروح الآن للبلوكس بما أنك حاليا موجود في الشاشة الثالثة عزيز الطالب ضروري تنتقل إلى الشاشة الأولى من خلال استخدام هذه القائمة بنبدأ برمجة الشاشات بالترتيب وننزل بروسيجر في أب انفنتر ولذلك ركزوا كثير معي البروسيجر وظيفة تنفيذ عدد من الأوامر وأستطيع استدعاءه كل مرة بدل كتابة الأوامر الموجودة داخلها في كل مرة أحتاج لها الأوامر اللي بخليها داخلها هي أوامر إطفاء الأزرار وأعطائها صورة الخمول RP Button Off ولذلك رح أستدعي كل زر من الأزرار وأخذ أي أمر فيه كلمة sit هذا مثلا أخذه وأغير الخاصية إلى image sit button one image يعني غير image الخاصة بالbutton one إلى وأخذ صديقنا التكست المعروف اللي دائما نستخدمه وأشبكه هنا وأكتب اسم ملف الصورة اللي أنا حملتها من وين أجيبها أيضا لو تركز بالأسفل أسماء الملفات المستخدمة والمحملة في التطبيق موجودة في هذه المنطقة فتكتب rpoff.png وتلتزم بالحروف الكبيرة والصغيرة الآن ننسخ هذا الأمر ثلاث مرات ونغيره إلى button two و button three إذا ما ضبطت معك عملية النسخ هذه ctrl c ctrl v فتستطيع استخدام الحقيبة بدلا من ذلك الآن نصمم الهيكلية البرمجية للbutton one إذا ضغط عليه المستخدم وش اللي راح يصير بيتم استدعاء البروسيجر البروسيجر خلينا نسميه اسم مألوف cue off الآن لو رحنا إلى البروسيجر بتلاقي موجود call cue off ناخده وننزله ونحطه عند الزر الأول إذن إذا المستخدم ضغط على الزر الأول سيتم استدعاء بروسيجر cue off الذي فيه أوامر إطفاء جميع الأزرار وإعطاءها صورة button off ولكن نريد أن تظهر صورة البطن on على الزر اللي ضغط عليه المستخدم ولذلك ننسخ أي واحدة منهم ولتكن اللي فيها اسمه ونأخذها ونضعها في هذه المنطقة ونغير فقط اسم الصورة التي ستظهر عليه ونخليها button on الآن نستدعي النوتفاير لنظهر للمستخدم إذا كانت إجابتها صحيحة أو لا ونختار منه show message dialogue ونشبكها في هذه المنطقة أسفل باقي الأوامر ونأتي بصاحبنا التكست دائما نضع منه ثلاث نسخ المسج ستكون الإجابة صحيحة لأن البطن ونحن اتفقنا أنه دائما أمام الإجابة الصحيحة الآن سننسخ هذا الأمر تماما كما هو لباقي الأزرار مع تغيير فقط اسم الزر وكون الإجابة صحيحة أو خاطئة الآن نبرمج زر الانتقال للشاشة الثانية وهو في حالتنا البطن فور لو حبيت تتأكد ارجع للديزاينر وتضغط عليه وتشوف اسمه بطن فور ترجع للبلوكس نضغط على البطن فور ونختار منه on click ومن الكنترولز ناخد أمر الانتقال لشاشة أخرى بواسطة اسمها open another screen with screen name ومن التكست نكتب اسم الشاشة الثانية screen 2 نضغط enter زر السابق ما يحتاج لأنه أصلا مخفي في هذه الشاشة بغير موجود وإذا حسيت عزيز الطالب شاشة الهيكلية البرمجية هذه زحمة عليك تستطيع سواء كان من جوال أو من لابتوب تصغر حزم الأوامر اعتمادا على أمهاتها أمهاتها يعني هذه اللي تمسكها وتحركها بجميع الأوامر لداخلها تضغط عليها مرتين سواء في الجوال أو في لابتوب وهي ستصغر وتختصر أمامك على الشاشة وأعزو هذا الاكتشاف إلى ابني عبد الله اللي كان يبرمج يوم للأيام ومصادفة ضغط مرتين على أحد هذه الأمهات وصغرت وهو نفس الولد اللي شتت الطلاب عندما كان صغير قبل عدة سنوات في فيديو شرح الآلة الحاسبة NSB اللي نبين أمامكم على الشاشة الآن هل بنعمل هذا الكلام كله في جميع الشاشات؟ لا بناخد جميع هذه الأوامر وننسخها إلى الحقيبة وننتقل للشاشة الثانية وننزل من الحقيبة جميع الأوامر في الشاشة الثانية يوجد زر انتقال للشاشة التالية وزر تراجع إلى الشاشة الأولى ودائما في عملية التراجع نستخدم Close Screen ولكن بالنسبة إلى زر التقدم للشاشة التالية بنغير فيه فقط اسم الشاشة إلى Screen 3 زر التراجع للشاشة السابقة هو زر 6 تستطيع الرجوع للدزانر للتأكد من الكنترولز تختار Close Screen وننسخ أيضا الحقيبة ننزل من الحقيبة جميع الأوامر وبالنسبة إلى زر الانتقال للشاشة التالية ما نحتاجه لأن هذه الشاشة الأخيرة فنحتاج فقط زر التراجع إلى الشاشة السابقة وهو أمر إغلاق الشاشة الحالية Close Screen ننشر التطبيق الآن ولمعرفة طريقة النشر لجميع الأجهزة الآن ظاهر أمامكم أعلى الشاشة رابط لأحد الفيديوهات المختص بذلك على قناتنا ثبت التطبيق الآن تثبيت عادي إذن هذا هو أمامنا تطبيق المسابقة الثقافية نستطيع التبديل بين أزرار الاختيار أو الراديو بوتنز والانتقال للشاشات التالية والرجوع إلى الشاشة السابقة والسابقة بهذا يكون انتهينا لا تنسى عزيز الطالب أن تترك لي في الكومنت رأيك في طريقة محمد مغيص لبرمجة الراديو بوتنز أو أزرار الاختيار أيضا لا تنسى عمل لايك شير سبسرايب في القناة ومشاركة الفيديو مع أقرانك وأصدقائك محمد مغيص كان معكم إلى اللقاء